موسيقى كانديد الفصل الثاني والعشرون ما حصل في فرنسا لكانديد ومارتين لم يتوقف كانديد في بوردو إلا لوقت يكفيه ليبيع بعض الأحجار من إلدورادو وليستأجر عربة بمكانين لأنه لم يعد يستطيع أن يستغني عن فيلسوفه مارتين وما أغاضه جدا هو انفصاله فقط عن خروفه الذي تركه في أكاديمية العلوم في بوردو التي اقترحت أن يكون موضوع الجائزة لهذه السنة اكتشاف لماذا صوف هذا الخروف أحمر اللون ومنحت الجائزة لعالم من الشمال برهن عبر ألف زائد باء وناقص جيم ومقصوم على زين أن الخروف يجب أن يكون أحمر اللون وأنه سيموت من جدري الغنم غير أن كل المسافرين الذين التقى بهم كانديد في مقاهي الطريق كانوا يقولون له نحن نتجه إلى باريس وأعطاه هذا الاندفاع العام والرغبة في رؤية هذه العاصمة ولم يكن ذلك يتطلب الكثير من الانعطاف عن طريق البندقية فدخل عبر فوبورسان مارسو واعتقد أنه في أسوأ قرية من مقاطعة ويستفالي وماء وصل كانديد إلى الفندق حتى أصيب بمرض خفيف من جراء التعب وبما أنه كان يضع في إصبعه ماسة ضخمة وبما أنهم شاهدوا في لوازمه صندوقا من النقود ثقيلا إلى حد كبير كان بقربه على الفور طبيبان لم يستدعهما وبعض الأصدقاء الحميمين الذين لم يتركوه ومرأتان تقيتان كانتا تسخنان له حساءه وكان مارت يقول أذكر أني مردت أيضا في باريس خلال رحلة الأولى وكنت فقيرا جدا ولم يكن لدي أصدقاء ولا نساء تقيات ولا أطباء ومع ذلك شفيت غير أنه ولفرط تناول الأدوية والفصد أصبح مرض كانديد خطيرا فأتى كاهن من الحي يطلب منه بنعومة سكا يدفع لحامله في العالم الآخر لكن كانديد لم يرد أن يقوم بشيء من ذلك فأكدت له التقيتان أن ذلك عادة جديدة فأجاب كانديد أنه ليس أبدا رجلا على الموضة وأراد مارت أن يرمي بهذا الكاهن من النافذة وأقسم رجل الدين أنهم لن يدفنوا كانديد أبدا فأقسم مارت أن يدفن رجل الدين إذا استمر في إزعاجهما واحتدم النقاش وأمسكه مارت من كتفيه وطرده بقسوة مما تسبب في فضيحة كبيرة دونت أحداثها في محضر وشفي كانديد وخلال فترة النقاها كان يتمتع برفقة جيدة على العشاء وكانوا يلعبون الورق كثيرا وكان كانديد متفاجئا جدا لأنه لم يحصل أبدا على الآس غير أن مارت لم يكن متفاجئا من ذلك ومن بين الذين كانوا يقومون بالواجب معه من المدينة قص صغير بيريغوردي وهو أحد الأشخاص المستعجلين والحذرين والذين قد ينصبون كمينا والخدومين دائما والمقدامين والمخادعين والمتهاودين والذين يترقبون الأغراب حين يمرون ويخبرونهم قصة الفضيحة في المدينة ويعرضون عليهم المرح بأي ثمن فأخذ أولا كانديد ومارتن إلى المسرح الهزلي كانوا يعرضون هناك تراجيد يا جديدة ووجد كانديد نفسه جالسا قرب بعض الأشخاص المغرمين بالأدب لكن ذلك لم يمنعه من البكاء أثناء مشاهد مثلت بشكل رائع فقال له في الفاصل أحد المتفلسفين الذين كانوا يجلسون إلى جانبه أنت مخطئ كثيرا بالبكاء فهذه الممثلة رديئة جدا والممثل الذي مثل معها أشد سوءا منها والمصرحية أشد سوءا من الممثلين والمؤلف لا يعرف أي كلمة في اللغة العربية ومع ذلك فالمصرحية تدور في بلد عربي بالإضافة إلى ذلك هو رجل لا يؤمن بالأفكار الفطرية سأحضر لك غدا عشرين كتيبا ضده فقال كانديد للقص سيدي كم مصرحية لديكم في فرنسا فأجابه هذا الأخير خمسة أو ستة آلاف فقال كانديد هذا كثير وكم مصرحية جيدة لديكم فأجاب الآخر خمسة عشرة مصرحية أو ستة عشرة فقال مارتين هذا كثير أعجب كانديد جدا بممثلة كانت تلعب دور الملكة إليزابيت في تراجيدية تافهة جدا وكانت هذه التراجيدية تقدم من حين لآخر فقال لمارتين هذه الممثلة تعجبني كثيرا إنها تذكرني بطريقة ما بالأنسا كونيغوند وسأكون مسرورا جدا بإلقاء التحية عليها فاقصرح القص البريغوردي أن يعرفه عليها فسأل كانديد الذي تربى في ألمانيا عن آداب التصرف وعن كيفية معاملة ملكات إنجلترا في فرنسا فقال القص لا بد من التمييز ففي المقاطعة يأخذونهن إلى الحانة وفي باريس يحترمونهن حين يكن جميلات ويرمونهن في القمامة حين يمتن فقال كانديد يرمون الملكات في القمامة فأجاب مارتين نعم فالسيد القص محق كنت في باريس حين انتقلت الأنسة مونيم كما يقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى فرفض هؤلاء الناس القيام بما يعرف بمراسم الجنازة أي أنهم رفضوا دفنها مع كل أنذال الحي في مدفن الرديد فدفنت وحدها بعيدا عن جماعتها عند زاوية طريق بورغونينيو وهذا سبب لها بالتأكيد ألما كبيرا لأنها كانت تفكر بطريقة نبيلة جدا فقال كانديد هذا بحق قلة تهذيب فأجاب مارتين ماذا تريد؟ هكذا هم هؤلاء الناس تخيلوا كل التناقضات وكل التعارضات الممكنة وسترواها في الحكومة وفي المحاكم وفي الكنائس وفي كل مشاهد هذه الأمة الغريبة فقال كانديد هل صحيح أنهم يضحكون باستمرار في باريس؟ فقال القس نعم لكن بصخط لأنهم يتذمرون من كل شيء بصيحات كبيرة من الضحك حتى إنهم يقومون وهم يضحكون بالأعمال الأكثر بغضا فقال كانديد من هو هذا الخنزير الضخم؟ الذي كان يحدثني بالسوء عن المصرحية التي بكيت فيها كثيرا والممثلين الذين أسعدوني جدا فأجاب القس إنه فاسق يكسب رزقه من قول السوء عن كل المصرحيات والكتب وهو يكره كل من ينجح مثل ما يكره المخصيون أولئك الذين يتمتعون إنه أحد أفاع الأدب الذين يعتاشون من الوحل والسم إنه صحفي فاشل قال كانديد ماذا تعني بصحفي فاشل؟ فقال القس إنه صانع أوراق إنه فريرون وهكذا كان كانديد ومارتين والبيريغوردي يفكرون على السلم وهم يرون الناس يخرجون من المصرحية فقال كانديد مهما أكن مستعجلا لرؤية الآنسة كونيغوند فإني أود أن أتناول العشاء مع الآنسة كليرون لأنها بدت لي رائعة ولم يكن القس رجلا يقترب من الآنسة كليرون التي لا تكون إلا مع رفقة جيدة فقال له إنها مرتبطة هذا المساء لكني سأتشرف بأخذك إلى امرأة ذات منزلة رفيعة وهناك ستعرف باريس كما لو أنك عشت فيها أربع سنوات فانقاد كانديد وكان فضوليا بطبيعته وذهب لعند هذه المرأة أي إلى فوبور سان أونوري حيث كانوا يلعبون الفرعونية وكان 12 لاعبا تعساء يتحدون الصندوق ويمسكون بأيديهم مجموعة صغيرة من الأوراق المطوية التي تحمل سجل مصائبهم كان يسود صمت الرهيب وكان الشحوب يبدو على جبين هؤلاء اللاعبين وكان القلق على جبين الصيرفي أما سيدة المنزل الجالسة قرب هذا الصيرفي في عديم الشفقة فكانت تراقب بعينين ثاقبتين كل مضاعفات الرهان في القمار وكل المراهنات بسبعة أضعاف التي كان كل لاعب يطوي بها أوراقه وكانت تفتح الطية بانتباه صار ولكن بتهذيب ولم تكن تغضب قط خوفا من أن تفقد زبائنها وكانت هذه المرأة تدعو نفسها بماركيزة بارولينياك وكانت ابنتها البالغة من العمر خمسة عشر عاما في عداد اللاعبين وكانت تنبه بطرفة عين لعمليات الاحتيال التي يقوم بها هؤلاء الناس المساكين في محاولة منهم لتصحيح شدائد القدر دخل القص البريغوردي وكانديد ومارتين ولم يقف أحد ولم يسلم عليهم أحد ولم ينظر إليهم أحد كانوا جميعهم منشغلين جدا بأوراقهم فقال كانديد كانت السيدة بارونة ثاندرتان ترونخ أكثر تهذيبا غير أن القصة اقصرب من أذن المركيزة وتحدث إليها فوقفت نصف وقفة ومنحت كانديد ابتسامة ضريفة وسلمت على مارتين بهزة رأس نبيلة جدا وأرشدت كانديد إلى مكان ليجلس وأعطته أوراقا فخسر خمسين ألف فرنك في لعبتين وبعدها تعشى بمرح شديد ودهش الجميع لأن كانديد لم يتأثر بخسارته وكان الخدام يقولون لبعضهم البعض في لغتهم الخاصة لا بد أنه ميلورد إنجليزي كان العشاء مشابها لمعظم وجبات العشاء في باريس أولا ساد الصمت وبعدها سمعت ضجة كلمات لم نكن نستطيع تمييزها قط وبعدها دعابات غالبيتها تافهة وشائعات وملاحظات مغلوطة والقليل من السياسة والكثير من النميمة حتى إنهم تحدثوا عن كتب جديدة فقال القص البيرغوردي هل قرأتم كتاب الأستاذ غوشا الدكتور في اللاهوت فأجاب أحد الموجودين نعم لكنني لم أستطع أن أنهيه لدينا الكثير من المؤلفات السفيها لكنها جميعها لا تضاهي وقاحة غوشا الدكتور في اللاهوت لقد شبعت جدا من هذا العدد الكبير من الكتب الرديئة التي تغمرنا حتى إنني بدأت ألعب الفرعونية فقال القص وما رأيكم بمنوعات رئيس الشمامسة القص تروبلي فقالت السيدة بارولينياك آه هذا العدو المتجر هو يقول بغرابة ما يعرفه الجميع وهو يناقش بتثاقل ما لا يستحق حتى الكلام عنه يا للطريقة التي ينتحل بها من دون تفكير طريقة تفكير الآخرين وكم يشوه الأفكار التي ينتحلها كم يقرفني لكنه لن يقرفني بعد الآن تكفي قراءة بعض الصفحات من هذه المنوعات وكان يجلس إلى المائدة رجل عالم ذو ذوق فأيد ما قالته المركيزة وتكلموا بعدها عن التراجيديا فسألت السيدة لما ثمت تراجيديا كانت تمثل أحيانا ولا يمكن قراءتها فشرح الرجل ذو الذوق الرفيع جيدا كيف يمكن أن تكون إحدى المسرحيات ممتعة من دون أن يكون لها تقريبا أي قيمة وأثبت بالقليل من الكلمات أنه لا يكفي أن نأتي بواحد أو باثنين من المواقف التي نجدها في كل الروايات والتي تلفت دائما أنظار المشاهدين لكن يجب أن نجدد دون أن ندخل في الغرابة وأن نتجاوز غالبا المألوف وأن نكون دائما طبيعيين كما يجب أن نعرف القلب البشرية وأن ندعه يتحدث وأن نكون شعراء عظماء من دون أن تبدو بتاتا أي شخصية من المسرحية بأنها شاعر وأن نعرف اللغة معرفة حقيقية وأن نحسن تكلمها بتناغم مستمر من دون أن تؤثر القافية أبدا في المعنى وأضاف أي شخص لا يرى كل هذه القواعد يمكنه أن يكتب تراجيديا واحدة أو اثنتين يصفقون لها في المسرح لكنه لن يعد أبدا من بين الكتاب الماهرين فثمت القليل القليل من التراجيديات الجيدة وبعضها هي قصائد غزلية منظومة على شكل حوار مكتوب جيدا ومقفا جيدا والبعض الآخر هو ملاحظات سياسية متجرة أو إسهاب مثير للشمئزاز والبعض الآخر عبارة عن أحلام مجنون مكتوبة بأسلوب بربري وأحاديث يقاطعونها ونداءات طويلة للآلهة لأننا لا نعرف كيف نتحدث إلى الرجال وأخرى عبارة عن أقوال خاطئة وأماكن مشتركة متكلفة سمع كانديد هذا الحديث بانتباه وكون فكرة عظيمة عن هذا المتكلم وبما أن المركيزة كانت قد حرصت على أن تجلس كانديد بقربها اقترب من أذنها وسمح لنفسه بسؤالها عن من يكون هذا الرجل الذي كان يتحدث جيدا فقالت المرأة إنه عالم لا يلعب بتاتا ضد الصندوق يحضره إلي القص أحيانا كي يتعشى وهو ملم جدا بالتراجيديات والكتب وقد كتبت راجيديا لم تنجح وكتابا لم نر يوما نسخة عنه خارج مكتبة بائع كتبه إلا تلك النسخة التي أهداني إياها فقال كانديد الرجل العظيم إنه بانغلوس آخر حينها التفت إليه وقال له سيدي أنت تعتقد من دون شك أن كل شيء يسير نحو الأفضل في العالم المادي والمعنوي وأن الأمور لم يكن يمكن أن تكون غير ذلك فأجابه العالم أنا يا سيدي لا أؤمن بأي شيء من هذا أنا أرى أن كل شيء يسير بأسوأ حال عندنا وأن لا أحد يعرف مكانته ولا وظيفته ولا ماذا يفعل ولا ماذا يجب أن يفعل وباستثناء العشاء الذي هو مسل جدا والذي يجمع جماعة طيبة تجري فيما تبقى من الوقت شجارات وقحة جنسينيون ضد مولينيين وشخصيات من البرلمان ضد شخصيات من الكنيسة وشخصيات من الكتاب ضد شخصيات من الكتاب وجلساء أمراء ضد جلساء أمراء وممولون ضد الشعب ونسوة ضد أزواجهن وأهل ضد أهل إنها حرب أبدية فأجابه كانديد رأيت أسوأ من ذلك لكن حكيما وقبل أن يسوء حظه ويشنق أعلمني أن كل ما يجري جيد وأن كل ذلك ظلال لوحة جميلة فقال مارتين كان رجلك المشنوق يسخر من العالم إن ظلالك بقع رهيبة فقال كانديد إن الناس هم الذين يصنعون هذه البقع ولا يمكنهم أن يتخلوا عنها فقال مارتين هذا إذن ليس خطأهم وكانت غالبية لاعبي الورق الذين لا يهتمون بهذا الحوار يشربون وفكر مارتين مع العالم وأخبر كانديد جزءا من مغامراته لسيدة المنزل بعد العشاء أخذت المركيزة كانديد إلى حجيرة منفصلة وأجلسته على مقعد وقالت له حسناً أما زلت تحب بجنون الأنسة كونيغونت ثاندرتان ترونخ؟ فأجاب كانديد نعم سيدتي فقالت له المركيزة بابتسامة حنون أنت تجيبني مثل شاب من ويستفالي لأن الشاب الفرنسي كان ليجيبني صحيح أني أحببت الأنسة كونيغونت لكني حين رأيتك يا سيدتي أخشى أنني لم أعد أحبها فقال كانديد للأسف يا سيدتي سأجيب كما تريدين فقالت المركيزة بدأ شغفك بها حين التقطت من ديلها أريدك أن تلتقط ربط تساقي فقال كانديد من كل قلبي والتقطها ثم قالت السيدة لكني أريدك أن تلبسني إياها من جديد ففعل وقالت السيدة مجددا أترى إنك غريب أنا أذيب أحيانا عشاق الفرنسيين حبا لمدة خمسة عشر يوما لكني أقدم لك نفسي منذ الليلة الأولى لأنه يجب أن نرحب في بلدنا برجل شاب من ويستفالي كانت الجميلة قد رأت ماستين كبيرتين في يدي الشاب الغريب فعبرت عن إعجابها بهما بحسن نية فانتقلتا من أصابع كانديد إلى أصابع المركيزة شعر كانديد حين عاد مع قصه البريغوردي ببعض الندم لأنه خان الآنسة كونيغوند وكان القص يفكر في بؤسه إذ إنه لم يكن سيحصل إلا على نسبة مئوية بسيطة من الخمسين ألف ليرة التي خسرها كانديد في اللعب ومن قيمة الماستين اللتين وهبتا وسلبتا كان في نيته الاستفادة قدر ما يستطيع من المنافع التي يحصل عليها من معرفة كانديد أخبره الكثير عن كونيغوند وقال له كانديد أنه سيطلب السماح من هذه الجميلة على خيانته لها حين سيراها في البندقية كان احترام البريغوردي يزيد لكانديد وكان ينتبه جيدا لكل ما كان يقوله ويقوم به وسيقوم به قال له إذن لديك موعد يا سيدي في البندقية فقال كانديد نعم سيدي القص علي حتما أن أذهب لأجد الآنسة كونيغوند شعر برغبة في التحدث عن التي كان يحبها فروى جزءا من مغامراته بأسلوبه وعلى الطريقة الويستفالية فقال القص أعتقد أن الآنسة كونيغوند نبيهة جدا وتكتب لك رسائل جميلة فقال كانديد لم أستلم أي واحدة تصور أنني طردت من القصر لأني أحبها ولم أعد أستطيع أن أكتب لها بعدها عرفت أنها ماتت وبعدها وجدتها حية وفقدتها وأرسلت إليها رسالة مستعجلة على بعد 2500 فرصخ وأنا أنتظر الجواب كان القص يستمع بانتباه وكان يبدو عليه أنه يحلم فترك بعدها الغريبين بعد أن قبلهما بحنان وفي اليوم التالي وحين استيقظ كانديد استلم رسالة تتضمن ما يلي سيدي حبيبي العزيز جدا أنا مريدة منذ ثمانية أيام في هذه المدينة وقد علمت أنك هنا سأطير إلى ذراعيك لو كنت قادرة على الحراك لقد علمت أنك مررت ببوردو لقد تركت الوفية كامبو والعجوز الذين يجب أن يتبعاني لقد أخذ حاكم بوينوس آيريس كل شيء ولم يبق لي إلا حبك تعال سيرد وجودك إلي الحياة أو سيجعلني أموت من الصرور تلك الرسالة الرائعة تلك الرسالة التي لم يكن يأمل في الحصول عليها جعلت كانديد يشعر بفرح لا يوصف وقد جعله مرض الآنسة كونيغوند يموت من الألم وفيما كان يشعر بهذين الشعورين أخذ ذهبه وماساته وذهب مع مارتن إلى الفندق الذي تنزل فيه الآنسة كونيغوند فدخل وهو يرتعش من الانفعال وكان قلبه يخفق بسرعة وصوته يرتجف فأراد أن يفتح الستائر التي تحيط بالفراش وأن يترك النور يدخل فقالت له الممردة انتبه جيدا فالنور يقتلها وفجأة أغلقت الستائر فقال كانديد وهو يبكي عزيزتي كونيغوند كيف أصبحت إذا كنت عاجزة عن رؤيتي فكلميني على الأقل فقالت الممردة إنها عاجزة عن الكلام فسحبت السيدة حينها من السرير يدا سمينة أمسكها كانديد وملأها بدموعه وبعدها وضع فيها الماس وترك كيسا مليئا بالذهب على الكنبة وفي خضم تلك الانفعالات وصل شرطي معه الأب البرغوردي وزمرة من الجنود وقال ها هما الغريبان المشتبه بأمرهما فأمسكوهما وأمر رجاله بوضعهما في السجن فقال كانديد لا يعامل المسافرون بهذه الطريقة في إلدورادو فقال مارتين أنا مانوي أكثر من قبل قال كانديد لكن إلى أين تأخذوننا يا سادة؟ فقال الشرطي إلى الزنزانة لما استعاد مارتين رباطة جأشه رأى أن المرأة التي كانت تدعي أنها كونيغوند نصابة وأن السيد القصة البريغوردي نصاب قد استفاد كثيرا من براءة كانديد وأن الشرطي هو نصاب آخر يمكن التخلص منه بسهولة وعوضا عن أن يمثلاء أمام العدالة قام كانديد الذي نورته نصيحة مارتين والمستعجل لرؤية كونيغوند الحقيقية بعرض ثلاث ماسات صغيرة على الشرطي تبلغ قيمة كل واحدة منها حوالي ثلاثة آلاف بستول فقال له صاحب العصى العاجية آه يا سيدي حتى وإن كنت قد ارتكبت كل الجرائم التي لا تصدق أنت بالنسبة إلي أنزه رجل في العالم ثلاث ماسات كل واحدة منها تساوي ثلاثة آلاف بستول سيدي سأقتل نفسي من أجلك عوضا عن أخذك إلى الزنزانة إنهم يوقفون كل الغرباء لكن دعي الأمر لي لدي شقيق في دياب في النورماندي سأخذك إليه وإن أعطيته بعض الماسات سيهتم بك مثلي تماما فقال كانديد ولماذا يوقفون كل الغرباء هنا تناول الأب البرغوردي الكلام وقال لأن نذلا من بلد الأتربات قد سمع بعض التفاهات هذا ما جعله يقتل والديه ليس مثل الذي ارتكب جريمة مماثلة في العام 1610 في أيار لكن مثل ذلك الذي قام بهذه الجريمة في العام 1594 في شهر كانون الأول ومثل رجال آخرين أنذال ارتكبوا جريمة مماثلة في سنوات عدة وأشهر عدة لأنهم سمعوا بعض التفاهات وشرح له بعدها ما كان سبب كل ذلك فقال كانديد آه الوحوش ماذا مآس كهذه عند شعب يرقص ويغني ألا أستطيع أن أخرج بأسرع ما يمكن من هذا البلد الذي يقوم فيه السعادين بإزعاج النمور لقد رأيت دببة في بلدي ولم أر رجالا إلا في إلدورادو باسم الرب سيدي خذني إلى البندقية حيث يجب أن أنتظر الآنسة كونيغوند فقال رجل الشرطة لا أستطيع أن آخذك إلا إلى النورماندي السفلة حينها نزع عنه القيود وتأسف وأرسل رجاله وأخذ كانديد ومارتين ووضعهما في يدي شقيقه كانت سفينة هولندية صغيرة راسية فأصبح النورماندي بفضل ثلاث ماسات أخرى أكثر الرجال خدمة وأبحر مع كانديد وأصحابه في السفينة المنطلقة إلى بورتسموث في إنجلترا لم تكن هذه طريقة البندقية لكن كانديد كان يعتقد أنه نجى من جهنم وكان عازما على أن يسلك طريق البندقية في أول مناسبة ترجمة نانسي قنقر